اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد كل متابعين متابعة ريفيزون يوم السابع في كل مكان في هذه التعطية العجلة والخاصة الحقيقة بتعطيل الدراسة اعلن اللواء محمد الشريخ محافظ الاسكندرية تعطيل الدراسة غدا الخميس بجميع المدارس الحكومية والخاصة وكمان المعاهد الازهرية الاجازة هتكون للطلاب والمعلمين هيكون بتأكيد بكل المدارس الخاصة بنطاق المحافظة وده بسبب الاستمرار في الموجة موجة الطقس السيء والامطار الغزيرة اللي بتتعرض ليها المحافظة منذ ايام واصدر المحافظ تعليماته بمنح الموظفة اللي بترع طفلا او اكثر يقل عمره عن 12 سنة ميلادية اجازة استثنائية غدا الخميس طبعا حفاظا على سلامتها وسلامة ويعني امان ابنائنا الطلاب ويستثنى من ذلك القيادات واطقم العمل ويعني ده وفقا للاحتياجات اللي بيحددها مديره الادارات التعليمية بيأتي ذلك كمان في ادارة الحرصة على اتاحة الفرصة للاجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع تدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تدعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والاثار السلبية الناجمة عنها حفاظا على سلامة المواطنين خلينا نقول لحضراتكم ايضا تفاصيل حالة الطقس بكرة اللي يمكن بسببها اتعطلت الدراسة في محافظة الاسكندرية بكرة الخميس بتتوقع هيئة الارصاد الجوية استمرار الخفاض في درجات الحرارة ليسود تقس مائل البرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري هيكون مائل البرودة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفع على جنوب سيناء وجنوب السعيد وشديد البرودة ليسود على كافة الانحاء بيصل الى حد السقية على وسط سيناء كمان اوضحة هيئة الارصاد الجوية ان شبورة مائية هتكون موجودة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وقت القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وكمان وسط سيناء وشمال الصعيد اما الامطار فيكون في امطار كافة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتة على فترات متقطعة ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة بنسبة لدرجات الحرارة بكرة الخميس خلينا نبدأ بمحافظة القاهرة العظمى 17 درجة الصغرى 10 درجات الاسكندرية العظمى 17 والصغرى 10 درجات مطروح العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجات سوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 9 درجات قناء العظمى 20 درجة والصغرى 9 درجات واخيرا السوان العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات خلينا في النهاية نعيد على حضراتك ومرة تانية اعلان اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية تعطيل الدراسة غدا الخميس 23 ديسمبر في جميع الاسم الحكومية والخاصة والمعاهد الازهرية يكون للطلاب والمعلمين بنطاق المحافظة طبعا يعني بسبب استمرار موجة التقس السيء والامطار الغزيرة اللي بتتعرض لها المحافظة لحد دلوقتي محافظة الاسكندرية فقط هي اللي اعلنت تعطيل الدراسة غدا الدراسة الحال مستمرة في باقي المحافظات وبأكيد اذا في اي اخبار جديدة قول تعطيل الدراسة في اي محافظة اخرى هنكون مع حضراتك وبنتابعها معكم بمشكركم شكرا جزيلا متابعي تليفزيون يوم السابع على متابعتكم لينا وإلى اللقاء